وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته للمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية يلتقي خلالها بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في إطار ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات رسخة وما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات متقدمة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعبر بصدق عن الرغبة المشتركة للوصول بها دائما وأبدا إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل وكان في استقبال سمو حفظه الله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض والشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية يرافق سمو خلال الزيارة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني